ما أهداف تدريس النحو العربي للمتعلمين في مختلف مراحل التعليم؟ أو بطريقة أخرى، لماذا يجب أن ندرس قواعد النحو للمتعلمين في مختلف مراحل التعليم؟ هناك أولاً الهدف النظري لتدريس النحو العربي. يركز هذا الهدف النظري على أن المعرفة النحوية التي يتلقاها المتعلمون في مختلف مراحل التعليم تؤدي بهم إلى إدراك مقاصد الكلام وفهم ما يقرأ أو يسمع أو يكتب أو يتحدث به فهماً صحيحاً. ولكن هذا الهدف النظري لا يمكن تحقيقه إلا من خلال هدف آخر هو الهدف التطبيقي. الهدف التطبيقي من تدريس النحو العربي يتعلق بإقدار المتعلم على استعمال الكلمات والجمل والعبارات استعمالاً صحيحاً. أيضاً القدرة على القراءة والكتابة والحديث بصورة خالية من أخطاء اللغة. إذن الهدف النظري مع الهدف التطبيقي يسعيان إلى تقويم إعوجاج اللسان وتصحيح المعاني والمفاهيم اللغوية وذلك بتدريب المتعلمين على استعمال الألفاظ والجمل والعبارات استعمالاً صحيحاً. كذلك الهدف النظري والهدف التطبيقي معاً يسيران لتحقيق تمكين التلاميذ من القراءة والكتابة والحديث بصورة صحيحة وتعويدهم التطقيق في صياغة الأساليب والتراكيب حتى تأتي خالية تماماً من الخطأ النحوي الذي يذهب بجماله. ولا شك أن النجاح في تحقيق الهدف النظري والهدف التطبيقي يؤدي إلى تيسير إدراك التلاميذ لمعاني اللغة والتعبير عنها بوضوح وجعل محاكاتهم للصحيح من اللغة على أساس مفهوم. وعلى الرغم من وضوح أهداف تدريس النحو العربي فإن هناك مشكلة كبرى. هذه المشكلة تتمثل في ضعف الطلاب في القواعد النحوية وهي مشكلة شائعة وذائعة أصبحنا نألفها ولا نأنفها لكثرة ما تعودنا عليها. وهناك أسباب مختلفة لهذه المشكلة. بعض هذه الأسباب تتعلق بالنحو العربي في حد ذاته. فكثرت القواعد النحوية والصرفية وتشعب هذه القواعد وكثرت التفصيلات المندرجة تحتها. كل هذا يؤدي إلى العجز عن تثبيت هذه المفاهيم في أذهان الطلاب. بل تجعل الطالب يضيق من النحو العربي ويكره حصة النحو العربي تمام. بالإضافة إلى أن الكثير من القواعد النحوية التي يتم تدرسها للمتعلمين لا تحقق هدف وظيفي في حياة التلاميذ. هناك كذلك أسباب تتعلق بطرق التدريس عدم التزام بعض المعلمين بطريقة التدريس السليمة في تدريس قواعد النحو. فبعض المعلمين قد يلجأ مثلا إلى الطريق الإلقائي ويكتفي في حصة النحو بأن يطرح بعض الأمثلة على القاعد النحوي. دون أن يقدم للطلاب تدريبا كافيا وشرحا وافيا لهذه القاعد. أيضا هناك أسباب تتعلق بالمعلم. بعض المعلمين لا يستطيعون استخدام قواعد النحو في حديثهم وكتابته. ولا شك أن ضعف معلم اللغة العربية وضعف معلم المواد الأخرى في القواعد النحوي وميلهم إلى استخدام العامية في تدريس المواد المختلفة داخل الفصل الدراسي يؤثر بلا شك على قدرة الطلاب على استخدام هذه القواعد. بل إنه يدفع الطلاب دفعا بعيدا عن الرغبة في استخدام قواعد النحو العرب لأن المعلم ليس قدوة للتلميذ. أيضا هناك أسباب تتعلق بالمتعلم فالطالب يشعر أن حياته تسير بشكل طبيعي دون أن يضطر إلى تعلم أو استخدام قواعد النحو في حديثه وفي كتابته. والمجتمع لا يظهر نفورا ولا يظهر اعتراضا على الأخطاء النحوي ولذلك فالتلميذ لا يشعر أبدا بأي الدافعية نحو تعلم قواعد النحو العرب ولا يشعر مطلقا أن هناك ضرورة تفرض عليه أن يجهد نفسه في دراسة هذه القواعد أو في تعلمها أو حتى في استخدامه. كل هذا أدى إلى أن يصبح درس القواعد مقتصرا على الجوانب الشكلية في بناء بنية الكلمة أو ضبط آخره دون أن يتطرق إلى معالجة المعنى ودون أن يربط القواعد النحوية بالوضع العام لاستخدام اللغة. هل يمكن تيسير قواعد النحو العربي؟ نعم. بذلت محاولات متعددة لتيسير قواعد النحو العربي شملت هذه المحاولات ما قام به الرواد الأوائل في تعليم اللغة العربية. فقد بدأت محاولات تيسير قواعد النحو العربي مع بدايات القرن العشرين على يد حفني ناصف وطاها حسين وشوقي ضيف وغيرهم. وقد أسفرت هذه المحاولات عن مجموعة من القواعد النحوية التي يجب أن تقدم للمتعلمين في مختلف مراحل التعليم. بحيث هذه القواعد تشكل صلب النحو العربي. يجب أن لا تتزيد المناهج الدراسية عنها وأن لا تقدم أكثر منها. هناك إجراءات مقترحة لتيسير النحو العربي تشمل هذه الإجراءات أن يكون المعلم قدوة حسنة في النطق أمام المتعلمين وأن يتم تدريب التلاميذ على النطق السليم حسب قواعد النحو العربي مع محاكاة الأساليب اللغوية الخالية من الأخطاء النحوية دون التعرض التفصيلي لشرح القاعد النحوية. وإذا قمنا بدراسة القواعد النحوية وفق المنهج الحديث في التفكير فإننا يجب أن نعمل على تخليص قواعد النحو مما عابها من تخليط وأفكار فلسفية ومنطقية لا تفيد بل إنها يمكن أن تضر المتعلمين لأنها تغرقهم في تفاصيل لغوية لا شأن لهم بها. موسيقى